بالمناسبة الحكم الجابوني إتشو هو حكماً لمواجهة مصر وغانا بعد أن تم اختياره من جانب لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي أدار الجابوني إتشو مباراة السوبر الأفريقي الأخيرة ما بين النادي الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري كما ظهر كحكم رابع في مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا ما بين النادي الأهلي والوداد والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق وتوجى خلالها النادي الأهلي بالنجمة رقم 11 كما أدار مباراة لمنتخب ضد ملاوي في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا وانتهى اللقاء لصلاح الفرعنة بهدف النظيفين تمام أنا بالنسبة لي هذا الحكم لازم ناخد بالنا منه لأنه كان هناك رقل الجزاء صحيحة 100% أو ضرب الجزاء صحيحة 100% للنادي الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي ولم يتم احتسابها هقول لك أنا هنا بكلم على منتخب مصر كان هناك مرة تانية كان هناك ضرب الجزاء صحيحة 100% اللعمة يشوفها اللي ما بيشوفش يشوف أن هناك رقل الجزاء لم يتم احتسابه فلازم وانا هنا بنبه على كل أصدقائي وكل إخواتي من اللاعبين والجهاز الفني يا جماعة من فضلكو خدوا بالكو من هذا الحكم نلعب على السفارة ونفضل وراء وندغط عليه لأنه الكرة كانت بينا بتاعة الكهرباء لو فاكرين ضرب الجزاء واضحة وصحيحة 100% ولم يتم احتسابه فيعني خلي بالكم من هذا الحكم شكرا